بسم الله الرحمن الرحيم راح نبدأ نشرح إن شاء الله محاضرة المحاضرة الأولى من محاضرات طب المجتمع اللي هي البيوستاتيستيكس الإحصاء هنا فد إنترويدكشن عنها تعريف البيوستاتيستيكس تعريفها هو تعرف أنه هي يعني هي عبارة عن معادلات إحنا نعرف أنه الإحصاء موجود بالرياضيات ويعني خافك يعني عبالهم أنه يقتصر على الإدارة والإقتصاد الرياضيات أو بس بالهندسة لا الإحصاء البيوستاتيستيكس راح يستخدم مجالات متعددة منها المجال الطبي زيان يقول هي عبارة عن معادلات هي عبارة عن معادلات رياضية يستخدمونها بمجالات متعددة مثل البيوستاتيستيكس يقول يعني يستخدموها مجالات متعددة منها مجالات طبية، مجالات صحية، التعليمية، مجالات البيئة، ويعني ماكو مجال إذا ما موجود به البيوستاتيستيكس الإحصاء هنا يقول الإحصاء يعني شون أعرف أنه أحسب يعني شون أطلع الإحصاء الدقيق والمضبوط وبالتالي بعدين أدزة أو أقرى للمتلقي شلون هنا لدينا شيء اسمه يعني شيء حقيقي موجود لدينا حالات مثل حالات مرضية حالات سريرية موجودة من خلال هذه الحالات أقدر أجمع البيانات مالاتهم وأحصل على قيمة معينة وحتى شنو أرسلها فد للمتلقي مثلا على سبيل المثال مرضى السكري أوكي مرضى السكري مثلا فد محافظة بابل أو مستشفى من مستشفىات محافظة بابل اشقد عدد الحالات لمصابين بالدياباتيز أطلع النسب مات الدياباتيز إذا كانت يعني نسبة قليلة فأوكي يعني العلاج اللي دا يأخذونه يعني السيطرة على الدياباتيز أوكي صحيح وما عندنا أشكر أو لا إذا كانت مثلا نسبة الأشخاص المصابين عندهم الدياباتيز فنسبة عالية فأني أقل للمثلا المدير المستشفى أو يعني أنه شنو العلاج اللي دا يأخذوا يعني مو ذي تشلفة عالية حتى يعني فد يشوفون يعني أمر ثاني فالبيوستاتيستيكس يعني مفيد أنه نطلع فد منا قيم أو نسب معينة تفيدنا أنه نعالج هاي الحالة نتفاداها زيان فيعني هو يقول أول شي شنو هي سينستيفيك كلينيكال هي كوستشن أول شي هي كوستشن أوكي وبعديين شنو من نقطيها المن للمتلقي شنو نسميها نسميها سينستيفيك كلينيكال أنسر هنا أنا يقول بريدينجينج سايزينز أنه البايوستاتيستيكس يستخدموها بمجالات متعددة يعني بكل المجالات موجودة البايوستاتيستيكس شنو المتعلقات أو الأشياء العلاقة بالبايوستاتيستيكس طبعا البايوستاتيستيكس تعتمد على شغلتين اللي هي البياوستاتيستيكس اللي هي بما تتمثلها يعني تتمثل أنه جمع البيانات الorganization summarization of data نجمع البيانات ننظمها نرتبها ندخصها بقيمة معينة ونقدمها هاي شو بمن تتمثل هاي يعني شي وصفي شي وصفي مثلا على سبيل المثال مثل شنو مثل التابلز المثل الجداول الميجر أوف سنترال تندنسي الميجر أوف على سبيل المثال مثلا شلون البيوستاتيستيكس اللي هو الديسكربتف استاتيستيكس شنو يقصد به يقصد به مثلا قلت شي وصفي مثلا السنة الماضية يحسبون شكتشان معدل الأمطار مثلا مدينة بابل مدينة الحلة او بعد مثلا شكتر عدد السيارات اللي انسرقت مثلا السنة الماضية بمحافظة بابل هي تشي يعني شي وصفي بعد هاي شنو يقصد بيها هاي هنانا يقصد بيها انه شون يسوون بين يعني تشمل خيارين يعني متغيران مثلا اول شي عندنا مثلا الجندر جنس مثلا الفيميل والميل هذا اول خيار مثلا بجامعة بابل حسب كلام الدكتور يعني مثال مت الدكتور اه اش قال قال مثلا اش كثر اه نسبة النجاح للفيميل وش كثر نسبة النجاح للميل يعني نسو مقارنة حتى نعرف منه يعني اللي يدرس اكثر اللي فهيت شي هاي شنو بما تتمثل بال الانفرشيلان ستاتيستيكس تشمل شنو خيارين يعني شغلتين اول شي الجنس الجندر ثاني شي الفرق يعني من ناحية يعني النجاح يعني نسبة النجاح بين الفيميل والميل data from sample used about population يعني حول الpopulation data number which can measurement or can obtained by counting يقول الداتا شون احصل على الداتا مثل ما قلنا هي يعني عبارة عن انو اما انا اعد احسب او يعني هي قيم انا احصلها هاي المقصود من الداتا البيانات يعني البايوستاتيستيكس شنو هنا يعني يعني يقول بايوستاتيستيكس is concerned with the interpretation of data and the communication of information about the data طبعا هاي رح ناخدها هسه يقول انو البايوستاتيستيكس انو هي التقييمة تحصلها او بيانات تحصلها بعدين شنو سويها رح تتقدمها تلقيها اشخاص اشخاص ثانيا الكون بايوستاتيستيكس البايوستاتيستيكس is concerned with the collection organization summarization and analysis of data مثل ما قلنا انو هي الداة رح تتمثل او من متعلقات البايوستاتيستيكس انو تجمع المعلومات اللي تنظمها تتحللها تسوي لها بقيمة معينة وانو بعدين القيها للمتلقي الويكس ويكي draw inferences about body data when only part of data is absorbed حال inferences مثل ما قلنا قبل شوية اللي هي مرتة gender female والميل rule of statistics هاي مهمة rule of statistician اللي هي شنو الاهداف من الاحصائيين شنو المطلوب من اعدهم ان يسوي المطلوب من اعدهم اول شي to guide the design of experiment or survey better to data collection قبل لا يسوي data collection قبل لا يروح يعني يسوي يجمع المعلومات او يحسب او يجمع البيانات شو حيسوي لازم يكون عنده خطة يعني في التصميم شون الاساس لازم يكون انو بدايته صحيحة زيان حتى شنو بعدين يكون البناء ماته مضبوط فلازم يكون انو واضع خطة طريقة الجمع ماته لل data بعدين شو رح يسوي to analysis data using proper statistical procedure and techniques بعدين رح يروح يحلل هاي ال data اللي اخذها رح يروح يحللها طبعا على وفق يعني طرق احصائية صحيحة مناسبة يحللها بعدين شو رح يسوي to present and interpret the result to research and other decision marker الدور رح يروح يقدمها للاشخاص الثاني يقدمها فلازم يكون هو شي كمر شي فلازم اول شي يكون design ماته guide design لازم يكون صحيح قبل يجمع data وبعدين التحليل ماته بالاعتماد على proper statical صحيحة statical procedure وبعدين رح التقديم ماته يظل لازم يكون يعني صحيح طيب انا ال data من احصلها ال data من احصلها بالنسبة مجال لطبي medical and medicine طبعا احصلها من ال hospital من يعني من الطبلات ماته المريض المرضى السجلات التقارير الاختبارات ومور ثاني مثلا analysis of record service counting experiment report اوكي هذه هي source of data نعم نفس الشيء عايد source of data record service service هي comprehensive ensemble experiment research process يعني شون اني اسو ال data ماتي شون اسوي يعني البحث ماتي شون اسوي اول شيء research question نبحث عن question دور hypothesis قط النظرية ماتي دور identify research design سوي design معين data collection دور اجمع data presentation of data اعرض data ماتي الدور شا سوي data analysis الدور بعدين شا سوي اقدم ها اول شيء شنو research question الدور النظرية ماتي hypothesis identify research design تصميم ماتي data data research البحث ماتي data collection اجمع data presentation of data الدور اسوي لها analysis شنو اسوي لها interpretation what is variable what is variable variable هي متنوع او متغير يعني نقصد بها variable شنو تعريفها variable هي شيء object or characteristic or property that can have different value يعني هي شيء شون قول فقيم يعني قيم مختلفة مثلا الوزن على سبيل المثال الى قيم متنوعة من شخص الى شخص ثاني صح الطول كله شخص الى طول مختلف عن الثاني فالvariable راح نقسمها يعني هي عبارة عن different value قيم مختلفة الvariable هي different value الvariable راح نقسمها الى نوعين اما تكون quantitative variable or qualitative variable مثل من اسمها هي كمي يعني شنو يعني انقيسها القياس او القياس مالتها من نحسبها يعني نستخدم ارقام بينما qualitative لا شيء نوعي يعني من تكون الاجابة الاجابة عنا مو برقم مثلا انا انا ساكنة بالقاسم او انا ساكنة بالحلة او انا ساكنة يعني قضاء المحاول او الهاشمية او يعني ما تكون رقم بينما quantitative لا تكون رقم مثلا الوزن الطول زيان يقول يعني نقدر انقيسه نقدر انقيسه هذا من هو الكوانتاتيب بينما الكوانتاتيب لا يقول خنسو مقارنة بيناتهم ما نقدر انقيسه ما نقدر هسا مثلا اذا تقولولي وانساك انا اقول لكم بالقاسم يعني انقستها لا ما قستها ما قستها فالقوانتاتيب can be measured يعني نقدر انقيسها بعدات طرق مختلفة يعني اذا الوزن نقيسه بالميزان الطول بالفيتا يعني بحسب فالمثال على الكوانتاتيب اللي هي height and weight وشو نسميها لان القيمة مالتها رقمية فنسميها numerical data زيان بينما الكوانتاتيب شي يقول يقول مثل نطينا مثال عليها مو هناك بالكوانتاتيب اخذنا الهيت والويت هنا هام اعدنا مثال يقول مثلا personal belong certain think group مثلا شخص ينتمي الى عرق معين يعني فدوان نقول له مسلم مثلا نسيحي وهذه يعني هذه الامور وشي يكون يكون non numerical data or category يعني انا من حصلت النتيجة ما حصلتها رقم فتكون non numerical data or categorical random variable is one can not precepted and advanced because is erased by change هاي نعني يعني هي شي تقريبا يعني هي شي تقريبا هي شي لان ما اراد الدكتور يعني هو حصلت حتى ما وضحها فاش يقول يقوله random variable هي راح تكون انه قيم ما نقدر انه نقيسها وانا ما نحصل هيش بالصدفة random variable quantitative variable عدنا احنا اخذنا ال variable قصبناها quantitative و qualitative ال quantitative عدناها السهمات اثنين اللي هي discard variable وال continuous variable discard variable discard variable has gaps or or intervention and value that it can اسم يقوله discard variable هي انه شون تمتلك gap يعني شنو gap يعني احنا الطلاب احنا عدنا discard variable وال continuous variable ال continuous هاي نعرف يعني مستمر يعني شنو يعني قيم تكون بها كسور يعني رقم من اخذ مثلا رقم كسري بينما discard variable لا ما تكون بها كسور فيسموها يعني تكون gap 4 فراغ بيها شنو يعني مثلا على سبيل المثال اه حسب مثالها من كلها مثلت الدكتور فمثلا اش كم اش كتر عابب الاخوان مثلا عندي اش كتر كم اخ عندي كم اخت عندي مثلا على سبيل المثال احنا اه عندي 3 اخوان اوكي اش كتر يعني 3 بدون كسور ما قلت 3 ونص او 4 ونص او 5 او 6 او 6 لا قلت 3 فيقصد بيها مثلا 3 بوينت يعني هذا الفراغ ما نشغل اه بفد رقم معين مثلا واحد او 3 ونص او فهو يمتلك فراغ اوكي يعني يمتلك فراغ ما نشغل هذا الفراغ بفد رقم يعني ورا البوينت ما نشغل فد رقم معين زيان فهو هذا راح يمتلك فراغ فدسكارد فيرابل هاز قاب او انتربشن انذ فاليو ذات اتكان اسيام نمبر مثل عدد الاشخاص اللي دخلوا للمستشفى مثلا شكثر نمبر او ديالي ادمشن هاسبيتال مثلا اليوم الصبح شكثر عدد الاشخاص اللي دخلوا في المستشفى مثلا المستشفى القاسم فمثلا اه انا شكت ادامون بها وسألون شكثر مثلا لقيمهم 3 لقيمهم 4 ما قلهم 3 ونص او اربعة ونص او خمسة ونص لا ثلاثة او اربعة او ما ما حد دخل ماكو فهيتش يعني ما بيها كسور ما بيها نصوصة زين او ما بيها اربعة يعني ما بيها كسور بسرعة فتمتلك قاب بينما الكونتينواس فيرابل لا تكون فيرابل داز نت هاف قاب ما بيها قاب انذا فاليو كان اسيام ان ابروبيريت ار لايك ريال نمبر هاي تويت مثل من مثل الوزن الطول اه الشيء اللي هي يقيسون الجمجمة يعني يقدل حجم هاي بفيتة ويلفوها على الجمجمة ويقيسوها زين هو هاي المقصد بالسكول السيركنفرنس فهنا تطلع يعني بيها عشار اه التيبز اوف فيرابل هنا عدنا كوانتاتيب فيرابل وكوانتاتيب فيرابل وكوانتاتيب فيرابل قلناها اللي هي تتمثل بالكوانتاتيب كونتينواص والكوانتاتيب ديسكارد والكوانتاتيب فيرابل هو هنا دكتور حط اثنية لكن هنا ثلاثة الكوانتاتيب نيمونال والكوانتاتيب أوردينال والكوانتاتيب ديسكومت ياس سرح نجي ناخذها الهنا الانديبيند انديبيند فيرابل الشون يقصد بيها يقول يعني شي يعتمد على الشي يعني شون اللي احنا نعرف انه independent مستقل والdependent معتمد يقول in scientific research خلال البحوث الانمية we often went to study the effect one variable on another one وجدوا انه المقصود بالindependent والdependent variable بهذا القيم المقصود من عندها انه او هذا التغير المقصود منه انه مثلا شي يتأثر بشي ثاني مثلا شلون مثلا على سبيل المثال الوزن والعمر الوزن من يزداد الشخص وزنه هل يا ترى يتغير العمر ماتته؟ اكيد لا لكن من الشخص يتغير عمره مثلا كل ما يكبر بالعمر اكيد راح يزداد وزنه فبهاي الحالة الوزن اعتمد على اليمن يعتمد على العمر يعني كل ما العمر يزداد يزداد الوزن بس العمر ما يعتمد على الوزن يعني من يزداد الوزن ما يزداد العمر يعني يعتبر العمر شيء independent مستقل ويعتبر الوزن شيء dependent dependent على اليمن على الشي اسمه العمر فيقول 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 انه اذا شخص كل ما يدرس وقت اكثر كل ما يحصل درجات احسن فهاي علي من اعتمدت من يعني دراستياني مثلا ادرس هواية اخذ وقت هواية ادرس حتى شنو احصل درجات احسن فشي dependent و independent هاي يعني المقصود بيها شي اعتمد على الشي the variable and steady of cause and effect ريليشب يعني اكو علاقة بيناتهم بين ال dependent وال independent او ريليشب اكو ريليشب علاقة كل شنسميها هاي نسميها independent and dependent variable زين the independent variable is cause is value independent of other variable in your study مثلا يقول ال independent المقصود بيها انه هي قيمة مستقلة ما تعتمد يعني على الشي تاني مثل ما قلت لكم من الوزن والعمر العمر ما يتأثر بالوزن العمر ما يتأثر بالوزن يعني هو صحيح اوكي اذا يزداد وزنه ويبين على شكل تشبيه بس عمره ما كقيمة رقمية ما تغيرت بقى ثابتها يعني independent بينما dependent مثل ما قلت لكم انه لا يتغير مثلا هو كل ما يزداد بعمره كل ما يزداد وزنه فاكيد يعني يقول هي effect value هي قيمة dependent عليهم ان تعتمد يعني تتغير بتغير ال independent viral يعني واضحة صارت اكيد مثال عليها هنا مثلا النباتات والماء النباتات والماء النباتات رح تكون ال independent او عفوا ال dependent وال water رح يكون ال independent شلون مثلا الآن من اثق النباتات اكيد يعني هي النباتات تعتمد على الماء فأكيد إذا ما أطيها ما شو حصل لها تموت بس الماء ما راح يتأثر يعني ما راح يتغير يعني ما راح ييموت الماء لا فعالي ما ما يصر لها شيء بس النباتات لا راح تعتمد على الواتر فأكيد راح تتأثر إذا أنا ما أنطيها الواتر كذلك الحال بالنسبة هذه اللعبة القمار الدكتور قال عليها إنه إذا كل ما يعني زادت الوقت باللعب فالشخص راح يخسر أموال أكثر احتمال فهم يعني dependent و independent يعني ال population ensemble ال population ensemble شون يقصد بيها ال population is collection or seat of all of value that variable may have ال population مثلا على سبيل المثال جارعة بابل ناخذ درجات الطلاب كلها مثلا على سبيل المثال يعني يردون يعرفون نسبة النجاح بجامعة بابل كلها هذا شون نسميه population لكن السامبل لا هي السامبل هي جزء من ال population يعني مثلا طلاب المرحلة الثاثة جامعة بابل يردون يعرفون نسبة النجاح بس للمرحلة الثاثة فهاي عينة من ال population هي جزء من ال population اوكي اوكي فهنانا شي يقول يقول اذا نطلع نسبة النجاح لكل جامعة بابل بيما ننقيسها شنو 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 الوحلة نستخدمها نسميها براميتر القيمة تكون براميتر اللي هي براميتر بينما اذا القيمة اطلاحة بالنسبة للسامبل يعني احنا طلاب جامعة بابل مرحلة الثاثة شنو استخدم استخدم ال statistic ال statistic وال ال population براميتر عرفنا شنو الفرق بين ال population والسامبل نجي ال statistical inference ال statistical inference is a procedure used research conelusion about population passed on information derived from samples that being drowned from the population مثلا هنانا شون نسوي قبل مثلا نبعث الدواء او الدراج انو للناس حتى يجربوه لازم نسوي شنو نسوي تجارب يعني نشوفه على ناس ثانية نجربه على ناس ثانية او على الحيوانات حتى نشوف نسبة ماتة مثلا نسبة نجاحه او نسبة الشفاء به هذا العلاج مثل 90% يعني زيان انا روحا ادزل الشركات المتخصصة بهذا الشيء حتى تشوفه وتتأكد منه وتنشره وتوزعه على الناس اوكي ف يعني الاحصاء ادخل بهذا المجال ايضا كنسبة يعني حتى اعرف اش كثر النسبة فادمان هذا الادراج فالادراج معين ادخل بهذا الشيء فنقرحنا نقول نسمي بالستاتيكال هي نتيجة لأحصلها من بعد ما اجريها على 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 فد ناس معينين احصل اخذ منهم عينة واشوف هل استجابه لهذا العلاج حتى يستخدموا الناس الثاني لا من خلال السامبل احصل على وبعدين اوزعه على الناس هنا نجي للستاتيكال سكال الدين الإستاتيكال سكال النائز لا مو أرقام اسماء قوالتائف اسماء بس شنو عدنا نومينا سكال وال النومينا سكال هي يقصد بها مثل ما قلنا اسماء مثلا اي اسم مثلا فصائل الدم مو هي اسماء مثلا اي بي اي بي او فكلها شنو تعتبر نومنال والأوردينال لعد شنو الفرق عنها عن الأوردينال النومنال ما تكون مترتبة يعني هي تشي من عددات مثلا فصائل الدم اي او بي اي بي اي اا يعني هي تشي ما تكون مرتبة فبينما الأوردينال سكال لا تكون مرتبة شون يعني مرتبة مثلا أما تكون ترتيبها تصاعدي او تنازل يعني مثل حالات هذا تكون مثلا حالة موростات او م SHATها ميل الدور سترى سفير او سفير دور صارت حالت حالت م ميل دور صارت حالت المودر ي يعني هي تشي تكون مرتبة اوردينال هي هم اسمها بس بتكون اي اوردينال فرقها النومان لا لا تكون مرتبة لا تكون مرتبة الدكتيوماس اسكال هنا الدكتيوماس اسكال هي هم اسماء لكن شو تكون تكون بخيارين فقط يعني شلون مثلا هنا عندنا الدور الثاني أما يكون مغالي ممثل الدور الاول الدور الاول ناجح أما ينجح أو يرسب كذلك الحال إذا شخص يجيبوه للمستشفى مثلا أما يكون live or died يعني أما يعيش أو يموت كذلك الحال بالنسبة للمن للميل والفيميل الميل والفيميل هاي همات ذلك كلهم نشي يعتبران طبعا طلاب ملاحظة هو جزء من النومنال يعني إذا جابنا الدكتور قال الفيميل والميل هي تعتبر نومنال يعني الجندر هو نومنال صح صحيح هو نومنال لكن إذا جاب الفيميل والميل اللي هو الجندر يعني يطينا خيارات هو نومنال يعني MCQ ومن ضمن MCQ حاطنا دكتيومس ونومنال وإحنا نعرف أن الدكتيومس هو جزء من النومنال أنا ش أختار ما أختار نومنال لا أختار دكتيومس زيان هو أوكي صحيح هي نومنال لكن الدكتيومس هو جزء من النومنال والأدق أنه يشمل يعني الدكتيومس يشمل لي الفيميل والميل اللي هي خيارين قلنا عليهم يعني تمنا صارت واضحة والانتربال سكال والريشو سكال الانتربال سكال هي القيم اللي ما تحتوي على صفر حقيقي مثلا عندنا درجة الحرارة يعني هي مثالنا هنا بالميدسين بس درجة الحرارة يعني إذا جابونا درجة الحرارة قبل نقول هاي انتربال سكال بينما الريشو سكال هي اللي يعني تمتلك أبسوليوت أو ترو زيرو تمتلك يعني صفر حقيقي مثلا الوزن الطول يعني هذان الشغلات اللي يمتلكن البراجر زيان بينما درجة الحرارة لا أوكي حسنا تقول درجة الحرارة صفر لكن هي أكو درجة حرارة أكو حرارة مما أكو زيان يعني صفر مو حقيقي يعتبر هذا فنسميها شنو بينما اللي لها صفر حقيقي نسميها رايشو سكال نجهنا هنا نقرأ طبعا كلا شرحنا بس أوكي النومنال سكال هي data are divided into qualitative group such as male, female, European, neural والأرية النومنال مثل ما قلنا الطلاب هي من ضمن هاي أول شي ثاني شي قلنا إذا جاب لي male, female وقال لي هي تعتبر نومنال هي صح تعتبر نومنال اليوروبا والرورال أريا همات من تقسيمات النومنال الأوردينال سكال الأوردينال سكال هي يقول data plus into categories dot com rank order هي يعني تكون rank order يعني مرتبة منظمة مثل ما قلت لكم أما ترتبة تكون تصاعدة أو تنازل يعني على وفق gradeات على وفق gradeات أو level فمثلا مثل ما قلت لكم moderate mild severe وهذا الأمور هي تش يعني أو disagree neutral وأغري هي تش يعني this comment yes scale top of nominal scale take only two group this comment yes مثل ما قلت لكم تاخذ فقط two group only two group أما dead أو live أو failed أو pass just يعني ما قم بها مجال okay interval scale يقول interval scale data are like ordinal data تشبه ordinal data ordinal data اللي هي جعلنا عليها تكون مهارة القيم ما لاتها يعني الأسماء ما لاتها تكون مرتبة هي هي and the count plus in a meaningful order and additional they have a meaningful interval between items which can be measured interval scale high جدا مهمة interval scale don't have absolute or zero through zero balance مثل عدنا مثل ما قلنا اللي هي temperature when zero don't indicate absent of heat أنه هي interval scale ما تمتلك صفر حقيقي مثل درجة الحرارة قلنا أنه أكو حرارة لكن يعني درجة الحرارة صفر لكن هي أكو حرارة هذا يعتبر الصفر شنو مو حقيقي ratio scale like interval scale but have an absolute or true zero هي لا قيام تمتلك صفر حقيقي مثل عندنا الوزين البلد براشار هنا جاي عايدها ratio data هي شنو difference between measurement the true zero بها صفر حقيقي interval data هي but not true zero ما بيهزي صفر حقيقي ordinal data شنو الاختلاف بين ordinal وال name ordinal راح تكون هي اوكي اسماء لكن الاسماء شو تكون تكون ranking order or scaling يعني تكون مرتبة منظمة مثل ما قلت لكم هذا الترتيب التصاعد أو تنازلي و nominal data راح تكون شنو هي هم اسماء لكن ما تكون مرتبة مثل فصائل الدم ما تكون مرتبة عادي شوال ما تحكيها تحكيها ما كلها ترتيب معين table example of type of data احنا عدنا quantitative انواع data quantitative وال categorical اخذناها categorical هي نفسية الquantative ترى الquantative قسمناها الى continuous و discontinuous اللي هي قلنا القيم اللي بيها كسور مثل blood pressure تطلع بيك كسور blood pressure height الوزن الطول العمر مثل سنتين ونص هيش بيها كسور الdiscard لا ارقام ما بيها كسور مثلا number of children عدد الاطفال مثلا number of أتك اسمة bear week يعني اش كثرة عدد نواة الاسمة خلال هاي اسبوع اش كثرة كم مرة صارت رابو يقل لي قابل مرتين ونص ثلاث مرات ونص لا اكيد مثلا اربع مرات اجتني خمس مرات فهيش الأوردينال الكاتيجوريكال تشمل لي أوردينال والنيمونال الأوردينال grade of breast cancer مثلا الgradeات مالت الbreast cancer نصنفه better same worse هيش يعني بالترتيب كذلك disagree neutral agree هيش يعني الترتيب يكون بعد nominal لا ما لها ما لها ترتيب معي مثلا sex male female nominal اللي هي قلنا احنا discomity من ضمن nominal live or dead اللي هي شو تعتبر هاي تعتبر discomity blood group مثل a o b a b a b لاني كلها nominal هنا اخر شي بمحاضرتنا راح ناخذ accuracy والprecision الدقة accuracy هي الدقة accuracy يقول degree of conformity conformity of measure for calculated quantity to actual true value يعني شنو يعني هي قيمة احصلها تكون قيمة دقيقة ومضبوطة يعني مثلا اقيس في الجهاز معين اقيس الضغط ماتي طلعتها هاي القيمة من اروح اقيسة بجهاز ثاني تطلع نفس القيمة اروح اقيسة بجهاز ثاني تطلع نفس القيمة فهذا الجهاز يكون يعني مضبوط صحيح قراءتة صحيحة مضبوطة شنسميها هاي accuracy is degree conformity measure calculated quantity to value تكون true actual value depreciation depreciation او نسميها بال re-ability او re-ability is degree in which or to which for their measure or calculation will show the same or smaller result يعني هنا بغض النظر اذا كانت القيمة صحيحة او غلط يعني بغض النظر عن هذا الشي اذا كان جهاز يقص صح او غلط هو نفس هذا الجهاز مثل مقصة بي مثل طلع الضغط خنقول 14 بي هو حتى لو صح او غلط ما علينا مثل طلع 14 مرة ثانية قصته نفس الجهاز طلع 14 مرة ثانية نفس يعني نفس القراءة يطلع لي يعني ما تغيرت اوكي ما تغيرت فهذا شو نسمي نسمي precision سمي precision هنا مثلا حتى نفهمها اكثر مثلا هذه الدائرة الكرة الحمرة هذه الدائرة الحمرة المادري شو يقول يقول لني نقاط السود نقاط السود تشوفون انه القيمة accuracy مالتهم يعني تقريبا موجودة على الكرة الحمرة الكرة الحمرة هي القيمة الحقيقية اللي لازم انه تكون مثلها فهن تقريبا شنو واصلة لهاي القيمة يعني الدقة مالتهم تقريبا نفس الشيء يعني من اقسها اجهزة مختلفة القيمة هي تكون ثابتة تقريبا يعني واصلة للكرة الحمرة اللي هي القيمة الحقيقية لكن شنو low precision لكن precision مالت هذا الجهاز لا تكون قليلة يعني مثلا من اجاقس بمرة ثانية ما راح يقع يطلع لنفس القيمة لا زين بينما هنانا بالدائرة الجوة اللي هي يقول high precision but low accuracy يعني الجهاز نفسي من اقس بمرة يطلع لي قيم متقاربة او متشابهة بس شنو بس ترى بعيدات عن الكرة الحمراء تشوفوها بعيدة فيعني شنو الاقس مالت قليل اقس مالت قليل يعني شنو الاقس يعني الدقة يعني هو جهاز القيس غلط يعني القيمة مات غلط بس شنو بس كل ما اقيس تطلع نفس القيمة مثل هي غلط مثل 18 جهاز الضغط انا الضغط طبيعي كل ما اقيس تطلع لي 18 هي قيمة غلط بس كل ما اقيس تطلع 18 18 تطلع 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 جيد هنا خاصة المحاضرة اذا شيء ما واضح او اي شيء موجودة ان شاء الله مع السلامة تطلع